حلو جدا طيب هروحنا للموضوع التاني ونمكن اثر جدل مسألة البصمة الوراثية لاثبات او لثبوت البنوة احسنت بارك الله فيك ايه المشكلة اللي فيها دي يا مرحبا هقول لسيادتك اولا البصمة الوراثية ودايما برنامجك حيوي وبتناول القضايا المثارة على الساحة جزاك الله خير اولا نحن في الفقه الاسلامي لا ننكر البصمة الوراثية المتعارف عليها دي ايه او تحليل دي ايه لا ننكره انه صحيح واكتر من مرة حضرتك قلت في الحاجات العلمية نحن لا ننكر العلم ابدا بالضبط انك حضرتك احنا بنقولي بقى اولا النص القرآني في سورة الاحزاب ادعوهم لآبائهم فإن لم تعلموا آبائهم فإخوانكم في الدين ومواليكم طيب سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال الولد للفراش يعني علاقة زوجية ما بين رجل وامرأة سواء كان العقد صحيح ده لا خلاف عليه وممكن يكون العقد فاسد إذ لم يجتمل مثلا على تسمية الصداق أو فقد الإشهاد مثلا أو حتى وطء شبهة يعني لو ضربوا زمان مثال قالوا لو وطء غير زوجته على ظن أنها زوجته في هذه الأحوال الثلاثة ينسب المولود إلى هذا الزوج الزوجية الصحيحة والزواج الفاسد والوطء بشبهة طيب الإشكال في إيه بقى حضرتك احنا بناخد البصمة الوراسية في حالة واحدة حالة إثبات النسب المتنازع عليه حصلت حروب حصلت كوارس هي تقول لده ابنه فيقول لا مش يبني آه ما قول نسب يبقى في الحالة دي بنالجأ لتحليل دي إن إيه إنما سيادتك نحن في الفقه الإسلامي نتحفظ على استخدام البصمة الوراسية في نفي النسب يعني إيه بقى أشرح لك آه جاءت امرأة وادعت أن رجلا غير زوج مش متزوجاه لا توجد علاقة زوجية وادعت بأن حملها منه وهو أنكر أنا الشريعة لا تقحم هنا لأننا لازم أفعل حديث حضرة النبي الولد للفراش البصمة الوراسية لا تلغي حديث الولد للفراش أنا بكلم من منظوري أنا كخادم للفقه للقانون أن يتكلم في وجهته القانونية كما يشاء للطبيب أن يتكلم في وجهته الطبيب كما يشاء لكن لا تصادر على رأيك فقه أنا بقول لك ما بنكرش البصمة الوراثية لا نعملش مصدرة لا ما نقول لساتك فيه بقى حاجة أسوأ يعني إلا أنا بسأله أنا عشان أحاول نحن نثري الحلال اللي بحاول أسأله إنه البصمة الوراثية لا تنكر حديث الرسول عليها أفضل صلى الله أو لا تلغي ولا تلغي لكن إذا كان هناك ضرورة للالتجاء إلى العلم يعني هي هتقول الرجل ده آه مش متجوزها بس اللي في بطنها ده ابنه هنعمل إيه هنعمل إيه عشان نسبة الناس شوف عندنا يبقى الحالة دي إذا لم توجد علاقة زوجية يبقى هذا المولود ابن زنة وماء والزاني فاسد من الناحية الفقهية فلا ينسب إليه لا يكون ينسب إليها أنا بكلمك على الشريع هنزع ينسب إليه أنا كده بعمل خلطة إنساني هسميه إيه معنا بقول لك أولا عايزة نسبه لأبوه لا مش هتنسب إليه بزوجية قائمة وإلا فتحنا الأبواب مش هقولك مش عاوز يتجاوز معلش عمل كده ومات يا سيدي لو تم استخدام البصمة الوراثية أو دي إن إيه في عدم في إثبات نسب في غير علاقة زوجية مع احترامي لأزان المشاهدين الكرام بيحصل ومش ده الغرض ما جوزتش ما هو أكيد أكيد أيام الرسول عليه أفضلت السلام ولا كان في بصمة وراثية لا كان في القيافة كان اللي هو النظر إلى الشكل الظاهري كان في علم القيافة ظاهريا ماشي لكن في النهاية على حساب عندي حاجة أكثر دقة علمية لا أنا دايما يقول العلم البصمة الوراثية لكن لازم أفعل الشريع علاقة زوجية ما بين رجل وامرأة ما فيش علاقة زوجية هي تتحمل واحدة راح تزانك كده مش هتتحمل هي حرة بقى هي حرة بقى ابنها اللي هيتحمل لو هي فرطت في عرضها أنا أعملها إيه؟